ناخد مع بعض الخبر اللي بعده الهيئة الوطنية للألامة الرئيس السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي واكب الأول من أكتوبر مؤكدا التقدير الكبير للدور الذي يقوم بها الجهات والهيئات القضائية في ترصيخ وحماية المبادئ الدستورية وعلى سيادة القانون وصول حقوق المواطنين بما يحق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار واستلام الاجتماعي طبعا احنا بنقول كل سنة وكل قادي مصري يعني بخير وطبعا لفتة برضو جميلة من فخامة الرئيس بالإشادة بدور القضاء المصري حيك شايف القبر ده زي فينا صحيح وقضاء مصر هو القضاء الشامخ قضاء مصر هم الحصن الأول للدفاع عن أمن مصر واستقرارها عن الحقوق والحريات الاحتفال بيوم القضاء أو عيد القضاء المصري عادة مصرية توارثناها ويتم الاحتفال بها من رئيس الجمهورية ووجود كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى في هذه الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على أهمية إعلاء الدستور والقانون وتنفيذ القانون والدستور من قبل وتنفيذ أليات القانون والدستور من قبل رؤساء الهيئة القضائية وأعضاء هيئات القضاء هذا القضاء الشريف الذي وجدناه حاضرا في كافة المفاصل التاريخية لمصر خصوصا بعد ثورة 30 يونيو القضاء المصري الشامخ هو الذي كان حرا وكان على قدر المسئولية في الدفاع عن مصر وذود عن أراضيها ضد الجماعة الإرهابية وضد خوانة الأوطان هم الذين استبسلوا ودفعوا بكل شرف وأمانة عن مقدرات الوطن ومقدرات المواطنين إعلاء الدستور وتنفيذ القانون هو الأولوية الأولى لقضاء مصر في هذه المناسبة السعيدة نهنئهم كل عام وهم بخير ونجد دائما قضاء مصر هم الحصن والحامي الأمين لهذا الوطن الكريم